فقط لأنكم مسلمون نحن أفضل من الجميع لسبب واحد وأننا مسلمون نحن متخلفون فكريا وتكنولوجيا وعلميا واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا متخلفون على جميع العصائد ولكننا أفضل من جميع الدول الأخرى المتقدمة فقط لأننا مسلمون الإسلام هو الحل عندما قالها الإخوة المسلمين في 1928 ماذا وراءهم 1400 سنة من الاستبداد والتخلف الذي أوصل إليه الاستبداد المسلمين عندما دهموا من الاستعمار كانوا في الحضيض الأسفل من التخلف المسلم البلجيكي أو الهولندي تقول له الوهابية أنت أفضل من هؤلاء الخنازير لأنك مسلم لماذا سيندمج هذا المسلم ويصبح مواطن صالح يعمل في إطار الدولة التي تحميه وتؤدي له عن الأطفال وعن الوضع الصحي وتعطيه التعويضات التي يريد وتغنيه وتؤمنه من جوع لا يقبل الاندماج لأن هناك إيديولوجيا دينية بدوية متوحشة تقول له أنت أفضل من الخنازير ومن هم الخنازير هو الشعوب المتقدمة في هولندا وبلجيكا وبريطانيا وأمريكا إلى غير ذلك عوض أن يقولوا نحن متخلفون والآخر متقدم وسبب تقدمه هو العقل والعلم وحقوق الإنسان قالوا الغرب منحل وقبيح ونحن مسلمون نحن أفضل لأننا مسلمون هذه العقيدة السياسية ساهمت بشكل كبير في إضعاف هذه البلدان عندما تحالفت مع الوهابية يعني الوهابية من جهة والإخوان المسلمون من جهة فاكتسحوا هذه المناطق هذه الدول شمال الفريقيا والشق الأوسط وامتد تأثيرهم السلبي إلى الجاليات المسلمة في الدول الغربية فمنعتهم من الاندماج هذا هو معنى الإسلام هو الحل عندما قيل الإسلام هو الحل بمعنى أن نعود إلى ما كنا عليه وماذا كنا عليه؟ كنا على أنظمة استبدادية دولة الخلافة منذ بداية تأسيسها في تاريخها كله تاريخ دموي تاريخ حرب وصراع بين المسلمين وتاريخ استعمال للدين في تكريس الاستبداد منذ القرن الأول الهجري إلى اليوم عندما قال الإخوة المسلمون الإسلام هو الحل معنى هذا إعادة الاعتبار لكل هذا التاريخ من التخلف فبقيت هذه الشعوب تعيش هذا الوهم أنها إذا عادت إلى الماضي ستتقدم فلم تتقدم عادت إلى الماضي وبقيت فيه ولم تتقدم وهذا هو سبب أننا نعيش أوضع أسوأ مما كنا قبل مئة عام ولا نريد أن نعترف بأننا متخلفون رغم أننا اعترفنا هذه مئة سنة بذلك ويمكن أن تنظروا إلى بعض الفيديوهات التي تسجل في الشارع في المغرب أو في أي بلد من بلدان شمال الفريقية والشرق الأوسط واستمعوا ما يقوله الناس هل تتصورون أن شباب مغربي سيقول بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة العنف ضد المرأة شباب مغربي سيقول في الميكرو ترطوار وفي فيديوهات نعم من واجب المرأة أن يضرب الرجل هي علش موجودة بش تضرب هذو شباب ليسوا ناس كبار في السن أو ناس قدام هذو شباب فماذا يعني هذا؟ يعني بأن بنيات التخلف مستحكمة بنيويا ليس فقط في مؤسسة الدولة بل في العقول والأدهان وفي النظام التربوي وفي نظام الأسرة وفي العلاقات بين الأفراد في المجتمع بنيات التخلف مستحكمة لأن هناك من يرعاها ويرعاها باستعمال التقاليد وباستعمال الماضي إذن عندما تسأل الناس في بلدان شمال الفريقية أو الشخ الأوسط ما هو الأفضل؟ الحاضر أم الماضي؟ سيجيبونك بدون تردد الماضي أفضل أعطيت لهم صورة جميلة عن الماضي هي غير صحيحة وغير موجودة تاريخيا فبقوا يحلمون بالمثال ووقعوا في أزمة نفسية خانقة تجعلهم مرتبكين بين وضعية تخلفهم وبين الحلم باستعادة الماضي وبين العالم المتقدم الذي يداهمهم بتكنولوجياه وبقوته وبضغوطه وباستعماره وبكل شيء هذه وضعية التمزق التي نعيش عليها والتي تجيب على السؤال لماذا تخلف المسلمون تخلف المسلمون لأنهم لم يستطيعوا الفصل بين الدين والدولة واستمروا يعتبرون الدين دولة وعندما تعتبر الدين دولة فلابد لك أن تقدس القوانين ولا يمكن أن تغيرها ولابد أن تقدس الحاكم لأنه يحكم باسم الإله ولا يمكن أن تنتقده ولابد أن تحافظ على نسق العلاقات كما هو لأنك تعتقد أنه نسق مقدس وهكذا وقع المسلمون في التأخر ترجمة نانسي قنقر